الوحدة الرابعة الأسبوع الخامس النص السماعي الأول رسائل بلا ساعي بريد سلمة تلميدة ذكية تحب معرفة الأشياء الجديدة تجلس قرب أخيها حسان تراقبه وهو يعمل على الحاسوب وخلال فترة وجيزة تعلمت طريقة استخدامه وأحست بمتعة كبيرة فأعطاها حسان المواقع المناسبة لها مواقع القصص والمعلومات الخاصة بالأطفال فحصلت على معارف جديدة قبل أن يسافر أخوها طلب منها أن تراسله بالبريد الإلكتروني أعجبها هذا البريد فالرسائل تصل إلى أخيها فورا ولا تحتاج إلى قلم وورقة ولا إلى ظرف ولا إلى طابع بريدي ولا إلى صندوق البريد وصارت سلمة تتلقى ردود حسان في اليوم نفسه وهكذا لم تعد تنتظر ساعي البريد مع مرور الأيام اشتاقت سلمة إلى ساعي البريد الذي كان يأتي راكبا على دراجته النارية حاملا حقيبة الرسائل وهو يجوب الشوارع طولا وعرضا يوزع الرسائل وذات يوم لمحته قادما سلمها طردا صغيرا فشكرته وفتحت الطرد كان يحتوي كتابا مصورا ورسالة صغيرة من أخيها فرحت سلمة وأدركت أن ساعي البريد لن يختفي كما اختفى الحمام الزاجل ولولا ساعي البريد لما توصلت بطرد هديتها أعدت سلمة علبة بها هدية مع بطاقة شكر لأخيها ثم كتبت على العلبة عنوان المرسل والمرسل إليه وحملتها إلى شباك الطرود بمركز البريد وأرسلتها إلى أخيها والآن لدى سلمة ساعيان للبريد أحدهما ينتقل معها تكتب على شاشته الرسائل بلا قلم ويقوم بإيصالها فورا والآخر يحمل الرسائل والطرود ويتنقل على دراجته ترجمة نانسي قنقر